إلى عربي بوست له صلاة بالمخابرات الروسية ألمانيا تعتزم إقالة مسؤول حكومي كبير والسلطات تحقق في ملفه تعتزم ألمانيا إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن والمعلومات أرني شوبوم على خلفية تقارير على صلاة له بأجهزة الاستخبارات الروسية حسب ما قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الفرنسية بينما قالت وزارة الداخلية أنها تنظر بجدية إلى التقارير وتحقق فيها بشكل شامل ذكرت وكالة إسوشيت تبريس أن السلطات الألمانية تدقق في ملف الرئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلومات بسبب تلك التقارير حيث شارك شون بوم في تأسيس مجموعة للأمن السيبراني قبل عقد في ألمانيا ولت تضم خبراء من المؤسسات العامة والقطاع الخاص وذكرت وسائل علام ألمانية أن أحد أعضاء هذه المجموعة شركة أسسها عميل سابق للمخابرات الروسية كما قالت الوزارة في بيان إن وزارة الداخلية تأخذ هذه التقارير التي تم الإبلاغ عنها نهاية الأسبوع على محمل الجد وتحقق فيها بشكل كامل وهنا قلق متزايد في ألمانيا من إمكانية استهداف البنية التحتية الحيوية من جانب روسيا بسبب دعم برلين لأوكرانيا